ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل العذاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الطلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءا وأنزل من السماء ماءا فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وخودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبلكم اللهم أكبر كبيرا وحمد الله كسيرا 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 والحمد الله كسيرا والحمد الله كسيرا اللهم أكبر كبيرا وحمد الله كسيرا والحمد الله كسيرا ترجمة نانسي قنقر والحمد لله 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 اشتركوا في القناة 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 الله أكبر اشتركوا في القناة 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 اغربي تعطي قبل أن تصل للتحكم من المعامور فيها السباب قائل يكون الحاملة ومن الوصول على اطلع السبب ستحكم ايها بل أنها كانت الاجتماعية يعني ومستطيع من لا يحتاج لسبنها في العام إذا كان مالك مالك رجل إمام رجل الله تعالى من قلت أطنل من قلت يورو سدفات والو يورو سدندل أطنل سدفات والو يورو جساء لقد يخسرت إمام رجل الله تعالى إمامم يمنع أطنل اطنل أطنل من قلت وإنه أطنل يورو أطنل أنه تفاد إمام Burja سدفات والو يورو انظه ساوبان أحضره يكفه باعل حسان يقليل يرا إنها الخزان المستعدين في حتى نحن نبعي التفكير. نظر الجزائي العزيين في الحديث الحصول التالية في نحو مناعني أساس للحبة وصلت أميب أصنع أو أصنع وهان الأولوي فهي الحقه نظره كما هو مراته فإن القادر فام قسمت فتح بنظام وفافيح وفاع لو تمنى ان تكون مراته ومن أن تكون أميره ومن قدم تكون مضيت ومن المساعدة ونظر أن يتبع من الحقيق ونظر أن يتبع عن الجزو لأن يتبع للمشاهدة وإنشاد ولمتلك لأنهم يتبعون في المصابقة ومن المتلك المغربين فإنسانتين يتبعون لأنهم يتبعون فإنسانتين أصدر عليك أن تشترك سنواتي قال لي قلت في حالة بهم وكاذا أفضل أمضاء انها كان الإنسان عندما تبدأ من المصور لأمضاء بالتكار عندما يتقوم بمساعدت عندما يتحب أن يتحدث إلى أيها أمضاء في أمضاء يترى أن تستطيع منك فارغي كان وعلي ترجمة نانسي قنقر قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزل لهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدا فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون العالم يعاني يا بني إسرام يا بني إسرام السلام عليكم ورحمة الله